مدرب متخر تنزانيا الجزائري اللي اسبقنا غلبنا تنزانيا فضل السلام قبل أسابيع قليلة فقط في تصفية كأس العالم بهدفين دون مقابل بالإقناع باش ما قلتين اليوم هاد المدرب اللي اعطت صريحة سابقة المنابر مغربية ودولية وكيتكلم بأنه خسر المباراة مع رابع العالم ومسألة يعادية جدا اليوم هاد المدرب يتكلم عن كولسة وعن تغيير في توقيت المباريات وعن أيضا تعيين الحكام يعني كلام غير محسوب من هذا المدرب الذي صراحة ما جبرت ما نقول سبحان الله فاش كانت صريح نفس المدرب القناة المغربية كانت صريح فيه مادح وأكد بأنه المنتخب المغربي فاش نتاصر عليهم السحق الانتصار بكون أنه منتخب كبير ومنتخب الحمد لله كبير بغض نظر على الشهادة دياله بالنسبة للمباراة اللي كنا لعبنا معهم اللي كيقول هو أنا شف تصريح دياله كيقول لك أضن ومعمرك تبني على الضن مادم أنك كالضن ما عندكش واحد وحندكش ياقين انت غير كالضن فضن ربما كان في تصريحات اللي شفنا اللي شفنا اللي منابر اللي مشاليه السيء محمد الكاف من يناديم هذه البطولة ديال سفياتك أس العالم يعني الكاف اللي يناديم المباراة اللي فيفا أيضا واش المغرب يتحكي في توقيت المباراة مثلا أمور اللي واضحة واش حالا واش المغرب سيوعين الحكام هذي الكلام صراحة نعين منه بريت زع ما نجبدوش ولكن أحيانا كي سفز قد نقاش الأمور واضحة دابا حاليا نحن نحمي الصورة ديال المباراة اللي كتجرى ديال المنتخبات في أفراقيا شكو اللي تحميهم ما تحميهم هي الكاف بدرجة أولى عندك إمكانية في ملعب أنه تلعب في الليل بحكم أنه مكين مصابيح وقضوة الكاشفة إلى آخرية كي نقل تلفازي لأن البرائم وإن نقل تلفازي فهما كي شرطوا هل عندك إمكانيات أنه المباراة تلعب بالمساء كتكون أفضل ربما هو كيف ما قال بأنه عنده ضن الضن دياله فهو خاطأ والطريقة كيفاش عنده تناقض ما بين تصرح الأول و تصرح الثاني فكيبان بأنه ربما بغغى غير دير هذه تصرحات الشهيرة ديال المورينيو قبل المباراة ولكن نشوفه يوم الملعب لكن شتال ما بين المورينيو وصديقونا مدرب منتخب التنزانيا قبل أن نوصله ضيوفي الكرام